السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم جميعا على قناة فتوحة موند اول حاجة نطلب منكم اشتراك لايك وبرتاج للفيديو ضروري 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 ومرحبا بكم جميعا اليوم هنديرو كسكسو بالكديد الكرداز كيف ما كتشوفو في الصورة هاد نديرو هاد هاد كي الناس اللي كيكونوا عشاق دي القديد والكسكسو بالقديد كي يجي رائع بنسبة الناس اللي كيبغيوا ديك البنة ولدت على القديد وكي الناس اللي ما كيبغيوش فنعتدر منهم كيف ما كتشوفو المقادر دينا في هاد الوصفة كيف ما كتشوفو الرئيسي الرئيسي هو القديد مع شوية الكرداز عدنا البصلة وحدة كبيرة عدنا ربطات تعلق زبرو مع دنوس عدنا الخضر اللي اللي خديت فالخضر كاسب قابل اختياركم كل واحد الخضر اللي كي يبغي انا هي الخضر اللي استعملت هنا بطبيعة الحال خضر اللي ضروري كنديروها في الكسكسو عندنا اللفت اللفت خديتو بثلاثات الانواع دي اللفت اللي كي ينصفر بيضو ودك اللي عندو الطريبيش موف كان الحمص كان سلاوي كان دنجال خيزو مكوور القرعة الخضراء نشيد فلفلة حمارة او عفوا فلفلة حارة خضراء او حمارة او ندينو بجوج هلا حسب المتوفر اللي كي يبغي البنة الحال لكي تعطي واحد للنكهة في الكسكسو والقرعة الحمارة بطبيعة الحال ما طيشة وزيت زيتون باش غاد ينصب وسميد بطبيعة الحال اذا مسابلي انا هنا عندي كيلو تاع السميد والخضراء شوية 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 من كل خضراء عنا خط نجرة ديالي او البرمة بالاحرافين غاندي نديرو الكسكسو عندي القديد والكردسو الأول وغادي ندير عليها ربيطة ديال القزبر ومعد نوس وبصيلة وغادي ندير توابل ديالي اللي غير نختم بها الخرقم بلدي شوية البزار سكين جبير والقزبور يابس كيف كاز عارفون يعنا دائما من عشاق القزبور يابس في الأكل دي متن تنح دك لا توش داروري دارور دك القزبور يابس كي يعطي واحد لبنة زوين زوين الأكل وصحي باش يكون في الطياب ديالنا دائما نحاولو نديرو وكندير زيت العود ديالي وكندير الماء كنروي شوية هذك القديد باش كنخليه يطيب باش متحرق شنا ديك العطرية مني كتخلى واحد شوية صافي وكنديرو الخضار كنبدو بالخضار اللي كتطلب الوقت في الطياب المحل مكوار خيزو اللفت اذا نخليهم السلاوي عفوا ونخليهم يطيبوا باش غادي نخليهم نديرو في البرماء ياخدو ديك النكهة ديال داك البلول الليولاني وغادي نبلله ونسيت الحمص تهوه كتطلب الطياب فغنزيدو الحمص حتى هو وباش نملي شربت شوية داك المارق ديال الخضراء ديال داك ديال القديد غادي نزيد الماغليان باش نصرع من عمليات الطياب وباش نخلي الماغليان على الخضراء اللي يلا بدا سكت شد فراسة اذا نغنديرو الماغليان ونخليوها تغلع ومشي انا نوجد الكسكسو ديالي الكسكسو هو هذا كيف ما كتشوفو الكسكسو ديال باكية خديد الكسكسو رقيق وانتما اللي كيبغي المتوسط هادا كل واحد كيدير الكسكسو اللي كيعجبو من سبالي نحنا كنفضلو هذا اللي رقيق فغادي ندير ندلي شوية الزيت وكن نشد هادا الكسكسو باش يوصلو ذاك الزيت كامل مهنا ما كنحتاجوه لا نغرب له لوالو فقط غير كن بسبسوه كاش بشيد الزيت صفي وكنديروه في الكسكس باش اه افور باش غنديرو ان شاء الله الفورة اللولا اه واحد لاستيوس لغنوريكم واحد اللعيبة واحد اللعيبة كنديرها في الفلفلة كنشد الفلفلة حارة مكنلوحاش فما كانديرش في البرماء باش مطلقش لي الحار في البرماء كي الناس لم يبغيوش ياكلو الحار فكنديره هنا في الكسكاس كنستفى في الكسكاسي اللولا الفلفل اللي عندي وكننحط عليها ذاك الكسكسو صافي وكننغطي الكسكس ديك في الفلفل بدك الكسكس وكننخليها اضطى بسمعي وبالطريقة ما كان خبش منها تحل ولا اطلق لي الحار في المرق دي الكسكس بالمرس كنجي نهزوها او شي حاجو كنطلق لنا الحاركك بطريقة اامنة كنديرو الفلفلاء في الكسكس كنناخد ماطيش اللي عندي كنطيبها بوحدها بشوية المليحة مليكها الطيب طابعة الحال غادي نطحنها ونصفيها من القشور ومن ذاك الزريعة باش كنحتافظ بها وكنزيدها حتى نبغي ندهر الفورة اللخرى هذا الكسكسوفار دي الفورة الاولى اللي درنا اللولا هي هادي ثم نحيد انا كنكون مجدع واحد شوية الماء طيب باش كننسقي هاداك الكسكسو كيف ما كنشوفو راغ غليان الماء ونخويل هاداك السمين كيف ما قص كسكسو دي الباكية اللي درت ويميكون الكسكسو جودة مزيانة باش ميتعجنش لنا صافي كنسقيه صافي كنحيد ذاك الماء اللي كي يكون نزل من الكسكاس وكننعاود الكسكسو ديه نستطيع ندهر صافي لنا نقويت عليه الماء اللول صافيم كنعاود نرش رحت الفورة الثانية ان شاء الله لقد نحاول ندهر الفليفلات ولي نقلب عليهم ونقلب على الفليفلات ولي نحايدهم ونحايدهم بشوي كيف يمكنك الحار في الكسكس وكيف يجب أن تُعطي الفلفلة في الكسكس وكيف يجب أن تجد هذه الفلفلة لا تتحلم لا تتحلم شيء يجب أن تنفيذ الكسكس لأنها تكون مفترض للفلفلة لا تطلب شيء وقت كبير وكيف يجب أن يكون كيف يمكن أن يكون ذلك وكيف يجب أن يكون لديك وففرة الثانية كيف يسلسل يفضل الملعنة لأنه يجب أن تتضيف سهل من النقص والملاحة لا يريد الكسكس لا يجب أن أفضل الملعنة وكيف يجب أن يكون في الكسكس حلوة مع ملعنة أجل ملحة كما نحصل على ملحة أحضرت ملاحظة نحن نسيب للملحة في الملحة وكما نصبه ملحة لم ينقصه لأن تلخر ونرى ما خاصه لأن الملحة في الملحة لا تدري الملحة مع القديد نحاول الكسكس يجب أن يجب أن يتعجش ونقص نقص نقص المكة نفرج نزيد ونزيد القرعة الصغيرة ونزيد ونزيد القرعة الحمراء والدنجال هذو اللي ضغية كي يطيبون خلينا امتل هاد الفورة الثانية عادة باش قدرناه إذا هندبة غديندير كسودالي فور للمرة الثانية ونزيد انا رجعت الكسكس كيف كتشوفوا الحبة معزول علاقتها ما كنخافو والو ما كيترال هي والو كي يجي زوين بزاف اول كسكسو دينا فورة الثانية هي هادي فارة وهادي نعودو للمرة الثالثة هادي نرشوه شوية الماء ضروري هادي نرشوه وغادي نعودو باش نديرو يفور للمرة الثالثة ان شاء الله. كسكونا دي اخر فورة باش نبدو نستقيو الكسكسو ديالنا. والكسكو دي ما في مما كندرشوه او اللافل فورة اللولة او الفورة الثانية كنخلي واحد شوية ارتاح ويشد فرازو ويشرب مزيانة. هذا كنديرو يرجع الفور مرة اخرى. وهذا المطيب اللي درنا في الفورة اللولى را كي يجينا بحال يزدنا فورة اخرى بحال يدير انشي اربعات الفورات فمسو كي يزيد في في الطياب ديال الكسكسو هذه هي النتيجة ديال الكسكسو شفك كيفاش كي يجي كي يجي زوين صفي دابة وهذه نديره ثانية في الكسكس المرة الثالثة ونرده لباشي افر المرة الثالثة كنا كانت شاو كسكسو واكثر ينارجي معا كل شي كي يبغي الكسكس نرجي معا والكسكسو كي يبغي الجماعة صراحة كي يبغي يكونوا الناس كتير اه قبل ما كان دير الكسكسو اه افور المرة الاخرة كنزيد ديك ماطيشة اللي قلت لكم تحنها وصفيناها عاد كنزيدها دابة في هاد المرحلة الثالثة صافي وكندير كسكسو ديال افور صافي هو الكسكسو رفار اه مليك فار المرة الثالثة اه حيدناه ونضوقه نشوفو شخصنا مليحة ونزيد هنا شوية سمن معي لقطع السمن اللي محبي السمن اللي كي يبغي السمن بلدي في الكسكسو والصراحة الكسكسو كي يزوين بالسمن كان ديرو شوية سمن وكان السيزوني وكان نتضوقو نشوفو وكان نشوفو اشخاص الكسكسو ديالنا وكان بدهو نسجيو لان انا مادرناش الملح في الملو والفضار وورين ضوقو نشوفو الماراق ديالنا كيفاش دير وديك الساعة نبدهو نسجيو. ياوا مرحبا بيكم معنا القصعة ديالنا هي قريبة توجد احنا نسجيوها وفينما تحطو يتحطاتي ديش كنقولو يتحطو عشراء على اللي يتحطو المئات ان شاء الله مرحبا بيكم في القناة ديالنا وما تنسوش دائما وابدا لايك اشتراك تعليق واهم اهم حاجة بارتاج بارتاجي والفيديو اللي جزيكم باخير وشكرا فكن نقضل قصعة ديالي وقصعة العود كل شي بلدي فهو غادي ندير هنا ندن ستف الخضراء اهو سيدي لقدد سيد القصعة اهو وايا قديد وكريديسات فهدل قديد الكردس طبع طبيعة الحال ديال العيد الكبير اه كيف كان عارفوه قديد ديال العيد الكبير لده ديال وكتكون خاصة سأقول لقدد سأقول لحم اي حاجة سبحان الله ديال العيد كبير كتكون عنده واحد البنة اه خاصة كتكون ديال 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 بزاف واختشري لحم مورا العيد وتكون صوب القديد ما كديش ديك البنة اللي كتكون في اه دك اللي كنصوبه في العيد صوفي كندي الخضراء ديالي وانسكي تسكيها عادي زميتو كندي البلول اهو المرقسي دي اهو بصحتكم القصيعة وهاي الفلفلة طريقة لي ورسكم كيفاش نديرو لها باش مت متحلش لنا في وسط المارق ديال الكسكسو فهاي الفلفلة بقسم زيانة وما كترا ليها والو انا ندرس فقط فورة وحدة في اللو والصافي وهذا الطبق النهائي ديالنا ديال القصعة ديالة الكسكسو بالقديد وبالخضر مشكلة فكنتمنى ان هاد القصعة تعجبكم وتحاولوا تديرو نفس الطريقة اللي درت الكسكسو نفس الطريقة درت الفلفلة درنا القديد فكنتمنى هاد الوصفات يشوفكم يشوفكم بسا في الكسكسو بطبيعة الحال اي بيت مغربي ما كيخلوش من الكسكسو وكل واحده كيدير طريقته وبصحتي وبصحتكم هذه القصعة وتحياتي لكم وما تنساوش لايك اشتراك بارطاج للقناة والفيديو وشكرا لكم على المتابعة وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته